نتيجة لفشل الدولة في الدمج الاجتماعي في العراق نتيجة لفشل الاحتلال الأمريكي في أفغانستان والعراق نشأت حركة تأخذ أسوأ ما في طالبان وأسماء ما في القاعدة تحاول أن تقلد شكل طالبان يعني القاعدة لم تحاول أن تبني دولة طالبان اللي حاول في تقليد لبني الطالبان وشكلها من ناحية وخطاب القاعدة الأممي يعني جايبين منك الناس من كل الأماكن هذه مش طالبان هذه القاعدة فأخذت أسوأ ما في القاعدة وأسوأ ما في طالبان وربما قد يقول البعض يعني الأهم عناصر الصمود في طالبان ولذلك وأهم عناصر الصمود في القاعدة وهذا سيكون من الصعب التغلب عليه بالعنف فقط إذا لم يكن المجتمع البيئة الاجتماعية رافضة له البيئة الاجتماعية هل السلوك العراقي والأمريكي الحالي يشجع البيئة الاجتماعية أن ترفض داعش؟ هذا سؤال كبير على فكرة في تناقض يبدو في تناقض واضح بين السلوك الإيراني في العراق والسلوك الأمريكي في العراق حاليا في كيفية التعامل مع داعش تناقض حقيقي لا يظهر بشكل واضح ولكن بدأت نتائجه تظهر بتقدم داعش لأن الولايات المتحدة رافضة أن تفعل كل ما يلزم لمحاربتها طالما لا تقبل شروطها بشأن ميليشيات الحشد الشعبي وبشأن تسليح العشائر السنية للنظام العراقي الخاضع للإملاءات الإيرانية يرفض قبولها ترجمة نانسي قنقر